اشتركوا في القناة ماذا تشعرون عندما يقولون اسمي؟ قلق؟ ارتباك؟ هدوء؟ بزن؟ عصبية؟ فضول؟ بالتأكيد لديكم مشاعر كنت سأشعر مثلكم أنا أيضاً أحياناً يشعر الكبار بالقلق عندما يقرؤون عني الأخبار أو يسمعون عني على شاشة التلفاز هذا أنا ولكن سأشرح لكم عن نفسي لكي تفهموا عندما آتي للزيارة أحضر معي صعوبة في التنفس سعال حمى شديدة لكنني لا أبقى مع الناس لفترة طويلة وغالباً يتحسن الجميع ويتعافوا وداعاً تماماً مثل ما تخدش في ركبتك وتشفى بعد أيام لذلك لا داعي للقلق لأن الكبار الذين يعتنون بك سيحرصون على عدم حدوث أي شيء سيء لك ويمكنك المساعدة واحد غسل اليدين بالماء والصابون أثناء غنائك لأغنية جميلة غني أغنيتك المفضلة أغنية عيد الميلاد أو أغنية الحروف ثانياً استخدام معقم اليدين وتركه إلى أن يجف على يديك لا تحرك يديك وعد حتى العشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ثم يمكنك العودة للعب إذا فعلت كل ذلك فلن آتي للزيارة بينما يعمل الأطباء على إيجاد لقاح سيسمح لي أن أزوركم دون أن أصيبكم بالمرض ودعا قصة منويلا مولينا ترجمة حنين حاج يحيا بصوتي ربا ورور